السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي وطالباتي في مدارس السابلة الصف التاسع اليوم سوف نتحدث عن قاعدة المفعول معه المفعول معه هو اسم وقع بعد واو بمعنى مع سبقت بجملة يدل على شيء حصل الفعل بمصاحبته لتوضيح هذا التعريف ننتقل إلى الأمثلة المثال الأول سافر الرجل وطلوع الشمس أولا طلوع هو اسم وقع بعد واو هذه الواو جاءت بمعنى مع معني سافر الرجل مع طلوع الشمس سبقت بجملة تامة المعنى وهي سافر الرجل سافر فعل والرجل فاعل يدل على شيء حصل الفعل بمصاحبته أي أن الرجل قد سافر وقت طلوع الشمس أو مع طلوع الشمس وأيضا كذلك الأمر في المثال الثاني استيقظت ديمة وصوت المنبه صوته هو اسم وقع بعد واو بمعنى مع بمعنى أن ديمة قد استيقظت مع صوت المنبه فسبقت هذه الجملة أو هذا الاسم بواو بمعنى مع ودل على شيء حصل الفعل بمصاحبته أي أن الاستيقاظ حصل وقت إصدار المنبه هذا الصوت تعين الواو للمعية تعرفنا سابقا إلى أن الواو تأتي حرف عطف فمتى تكون الواو للمعية أو بمعنى مع تكون الواو للمعية أولا إذا جاء ما بعدها منصوب كما في المثال سافر الرجل وطلوع استيقظت ديمة وصوته فإذا إذا جاء ما بعدها منصوب ثانيا جاءت بعد جمل تام في الجملة الأولى سافر الرجل جملة تامة المعنى وفي الجملة الثانية استيقظت ديمة أيضا جملة تامة المعنى ثلاثة بأنها تفيد معنى مع ولا تفيد العطف الجمع والمشاركة بل تفيد المصاحبة تفيد معنى مع ولا يمكن عدها عطف لفساد المعنى لماذا؟ لأنه لا يشترك في الحكم أي شيء في الأمثلة السابقة أما كيفية إعراب واو المعية والاسم الذي يلحقها أولا سافر فعل ماض مبني على الفتح الرجل فاعل مرفوض علامة رفعه الضمة الواو هنا واو المعية بمعنى مع حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب انتهاء مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والشمس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة والآن سنتعرف متى تكون الواو للعطف ومتى تكون الواو للمعية ذكرنا أن الواو تكون للمعية عندما يسبقها جملة تامة المعنى ويلحقها اسم منصوب كذلك الواو تكون بمعنى مع والاسم بعد مع أو بعد الواو التي تعني مع كل على الشيء حصل الفعل بمصاحبته أما واو العطف فقد تطرقنا في درس السابق إلى درس العطف وقلنا أن حروف العطف تتوسط بين الاسم المعطوف والمعطوف عليه وتشترك أيضا في الحكم فإذن أميز واو العطف بأنها تتوسط بين لفظين اشتركا في الحكم ننظر إلى هذه الأمثلة حضر زيد وعلي فزيد هنا المعطوف عليه وعلي الاسم المعطوف واشتركا في الحكم وهو الحضور في الجملة الثانية أكلت الخوخة والعنب الواو هنا جاءت متوسطة بين لفظين وكذلك اشتركت في الحكم وهو حكم الأكل ثانيا الاسم المعطوف يتبع ما قبله في الإعراب عندما تحدثنا عن واو المعية قلنا بأن ما بعدها دائما يأتي منصوب أما هنا في واو العطف فالاسم المعطوف يتبع ما قبله في الإعراب سواء في الرفع أو النصب أو الجر ننظر في المثال الأول زيد وعلي الخوخة والعنب اشتركا في الحكم الإعرابي ثالثا الواو في الجملتين تفيد الجمع والمشاركة حضر زيد وأيضا حضر علي أكلت الخوخ وأكلت العنب فأفادت الواو هنا الجمع والمشاركة ولم تفيد معنا مع موسيقى موسيقى